عبر شاشة بتاظهرة العرب ومؤتمر الحالات الحارجة اللي بتنظيم كلية تطلب جامعة تلميذية الـ 25 نلتقي بأحد النماذج الشابة الواعدة وهي الدكتورة نفعرف بيتي تؤعرف دكتورة تفاعل وحيكة بتوها علاء بالنسبة للأداد لهذا المؤتمر الكبير داخل كلية تطلب جامعة تلميذية الحالات الحارجة حاجة جميلة جدا ومشاريفة أن أنت أثبت أن أنت نموذج الشباب في نجاح هذا المؤتمر أنا بشكر حضرتك جدا وبشكر القائلين على المؤتمر واللي هم سمحوه أن أنا أبقى مشاركة في المؤتمر ومشاركة بتخزينه وبشكر أستاذ ماير وهو اللي ساعدني في الأداد للمؤتمر بقول المشاركة في المؤتمرات أصبحت أن أنت بتخودي هذه المشاركات وانت اللي بتقدم المؤتمرات جاءت إزاي ديت وإزاي الدخافة أو رئيس الجامعة أو عميد كلية الطب الجامعة المونيكار بطور جمال أحمد جمال طارق هذا صحيح في قبل أكيد يعني أنا أول مؤتمر قدمته كان مؤتمر في السنة أولى كان مؤتمر تابع قسم من الأقسام مؤتمر فيسيولوجي طبعا كان مؤتمر أصبر شوية وبعد كده لما هم لقوا أن أدائي كوي طبعا أنا كنت ديستمش معروفة كالكلية بعد كده لما لقوا أدائي كوي الناس بيزيدها داخل الجامعة أنه يدخلوا الحاجة اللي هتعمل لهم كرير وهتفادهم في حياتهم وكده ولو دي هواية تانية هيقدر أنه يمارسها احنا في الجامعة عندنا هوايات كتيرة جدا وكل الناس بيتمارس وقتها